اسمحوا لنظيفنا الكرام والمشاهدين بما أنه إحنا منحكي على التسويق إحنا محضرين بيت للكول تقرير هذا التقرير بدنا نسويق أريحة كمان من خلاله منحكي عن أريحة الحضارة والتاريخ البعد الديني لأريحة التضاريس الجغرافيا الإنسان والمكان كل الأشياء الجميلة الموجودة في أريحة من خلال هذا التقرير ترس أريحة الهادئة بكامل تاريخها في حضن سلسلة جبلية ملتوية فيما هدوءها واستواء أرضها يغازل كثبانها الرملية المذهشة كلوحة فنية طاغية الجمال متقنة الصنعة نادرة الوجود تستقبل الزائرين لبلادنا فلسطين وتودع المغادرين ذلك أنها بوابة الوطن الشرقية إلى العالم حبى الله المدينة مناخا مداريا جافا صيفا ودافئا شتاءا بمعدل رطوبة يصل حدود الخمسين بالمئة لتنضج محاصلها المختلفة قبل مثيلاتها في المحافظات الأخرى وبذلك تكون أريحة استحقت أن تكون سلة الوطن من الخضروات والفاكهة وخاصة الموز والتمور تمتاز محافظة أريحة بالمناخ الطبيعي وهو عبارة عن محمية طبيعية في فصل الشتاء مما يسهم في تعزيز إنتاج المزارعين والإنتاج الزراعي ذو الجودة وذو الكيمة العالية والمتنوع في نفس الوقت لرفض السوق المحلي والسوق والأسواق الإكليمية والأسواق الدولية بمنتجات زراعية قابلة للتنافس وعندها قدرة على إنتاج بالجودة العالية والمنافسة في الأسواق العالمية والإكليمية هنا التاريخ يروي قصصاً عمرها تسعة آلاف عاماً حيث تزدحم هذه الرقعة الجغرافية الصغيرة بالمزارات والمواقع التاريخية والأثارية الدال على أصحابها الذين غمروا الأرض وخلفوا هذا الإرث الحضاري المتنوع وما يجعلها قبلة للسياحة مناخها المعتدل شتاء وخاصة ما بين تشرين ونيسان يعني أريحة يمكن هي تعتبر أحد أقطاب السياحة الفلسطينية تأتي بعد القدس وبيت الأحم من ناحية أعداد الزوار الوافدين والمحليين لكن يمكن أريحة تتميز عن غيرها من المناطق الفلسطينية بأنها تعتمد بشكل كبير أيضاً على السياحة المحلية وهذه الميزة خلت أريحة أقل تضرر من باقي المناطق بفعل جائحة كورونا جائحة التي أثرت على كل سياحة على قطاع سياحة بكل العالم وعلى فلسطين بشكل خاص وقوي لكن كانت يمكن بأريحة الدرجة كانت أقل استعادت أريحة العافية وبدأت تعج بالمنتزهات والمطاعم والفنادق وباتت محجاً للزوار من كافة أنحاء العالم بعد إلائها كامل اهتمامات جهات الاختصاص المختلفة في السلطة الوطنية من خلال ترميم المزارات المختلفة وإنشاء مرافق سياحية تنطلق بمكانة المدينة وبتاريخها وموقعها الجغرافي وهي أول ما تطأه أقدام ضيوف فلسطين